بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أيامكم ومبارك لكم جميعا استذكار وقفة الغدير المبارك التي أتم الله سبحانه وتعالى فيها قواعد الإمامة والولاية بعد أن ختم برسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مسيرة الأنبياء والرسل فكانت البداية الجديدة للتكليف بحمل إرث الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم مع علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كلما استحضرنا ذكره حضر التاريخ من أطراف مجده والفضيلة بمنبعها والمواقف التي تبرز فيها معاني الرجال والشجاعة حين تعز الكلمة الصادقة أن استحضار اسم علي بن أبي طالب وإحياء ذكرى وقفة الغدير المبارك هو بيعة حية ومتجددة للمعاني السامية التي يعنيها فينا اسمه عليه السلام ووجوده التاريخ المتصل فإن أردنا الاقتداء بسيرته فالعقل والمنطق يقولان إن علينا أن نتدبر في هذه المعاني والقيم في ضوء عملنا ومسؤوليتنا وأدائنا وما ينتظره الناس منا حين حملونا الثقة وما عانوه من تراكم للمعاناة والآلام والتضحيات وهنا أوصي أو أذكر نفسي أولا وكل الأخوة المتصدين للمسؤولية بأننا لو أردنا قراءة علي بن أبي طالب قراءة معاصرة فإن أفضل ما يمكن أن نسترشد به هو عهده إلى مالك الأشتر الذي يمثل منهاجا واضحا لمن أراد أن يفهم عليا ومنطلقاته في المسؤولية إذ يوصيه عليه السلام بأن تكون أحب الأمور له كمسؤول أوسطها بالحق وأعمها بالعدل وأجمعها لرضى الرعية وأن لا يكون مائلا للخاصة من الناس على حساب العامة منهم وهي إشارة مهمة من الإمام إلى أن لا ينشغل الحاكم بإرضاء هذا الفريق أو ذاك وتحت أي عنوان كأن يكون حزبا أو تحالفا أو فريقا يرى أن السلطة غنيمة ومكسبة بل إن الأهم والواجب في فلسفة الإدارة والحكم عند الإمام أن تذوب كل العناوين من أجل هدف أسمى وغاية عظمى وهي خدمة الناس ونيل رضاهم لأنهم مثل ما قال عليه السلام عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء من الأمة هذا هو وصف الشعب والمواطنين عند الإمام عليه السلام وأننا بقوة الله لن نتراجل أو نتنازل عن المسير نحو كل ما يرضي شعبنا ولن نجامل على حساب حقوقهم فنحن مسؤولون أمام الله وأمامهم في أن نؤدي الأمانة على خير وجه الحضور الكريم إن كنا نتبع علي بن أبي طالب فهذه ساحة العمل أمامنا لنا أن نثبت فيها حسن الاقتداء وعفاف اليد وهو ما تحدث عنه عليه السلام في عهده للأشتر حين أوصاه بإدارة أموال الدولة وتوظيفها بالشكل الذي يحفظها من العبث ويجعلها مستثمرة بما يصلح شؤون الناس ويحقق لهم متطلباتهم وأن يكون الهدف الأول من المال هو الخدمة والعمار ودفع الفقر وإصلاح أحوال الناس لأن من طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا بمعنى إن الإمام هنا يؤكد قيمة المشاريع الاقتصادية التي يجب أن تكون حاضرة في خطط الحاكم والتي من خلالها يتحقق الاستثمار الأفضل المال فلا عمارة تتحقق إلا بالمشاريع المستدامة ثم يتحول الإمام بعدها إلى المسؤولية العظمى للحاكم في السهر على خدمة الناس فيقول المالك إن الناس إن اشتكوا من صعوبات الحياة المعيشية أو من علة أو من انقطاع شرب أو إحالة أرض اختمرها غرب أو أجحف بها عطش فواجبك التخفيف عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك ويا لها من وصية عظيمة ورؤية إدارية سابقة للزمن فأحدث نظريات الحكم اليوم وأهمها وفي كل البلدان المتقدمة تنطلق في أساسها من الشعب وتنتهي به وهذا الأمر هو نفسه ما تحدث به الإمام سلام الله عليه وهو بفضل الله ما كنا وضعناه في برنامجنا الحكومي حين حددنا الأولويات الخمس لعملنا التي انبنت على حاجات ومتقلبات أبناء شعبنا إذ انطلقنا بلا رجعة بنية خالصة نحو العمل والعطاء ورسمنا بما رسمته لنا المسؤولية والتكليف من مهام ورسمنا أولويات المنهاج الحكومي نتيجة رصد واضح لمعاناة الناس فحق العمل وتقليل البطالة ومكافحة الفقر وتحسين الخدمات وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد هي كلها مرتكزات للأمن الاجتماعي والسلم الأهلي فضلا عن كونها تطلعات فردية للمواطن وما دام الحاكم مؤتمنا على شؤون الدولة فإن حفظ المال العام وصيانته من أن تناله أيد الفاسدين والسراب هو مسؤولية كبرى تتصاغر دونها المسؤوليات وحفظ المال لا يكون فقط بإبعاده عن النهب أو السرقة بل بعدم منح الامتياز لهذا الفريق أو ذاك مهما كانت صلته أو قرابته أو مستوى تأثيره فطوال فترة حكمه سلام الله عليه لم نسمع أنه فضل ولديه الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام بإمتياز في العطاء أو أنه اختصهما بمال ولعل حادثته مع أخيه عقيل خير أنوذج تركه لنا لنقتدي به في عملنا حين أراد عقيل الاستزاد من بيت المال فكوا يده بقطعة حديد ساخنة ليذكره بأن حساب الله أقسى من نار تلك الحديدة لذلك فإن منهجنا الذي لن نحيد عنه هو منهج محاربة الفساد والفاسدين مهما كانت عناوينهم وهذا لا يكون إلا بقطع أسباب الفساد التي تأتي من استغلال المنصب أو الاستعانة بقوة الجهة والحزب التي أوردها الإمام في عهده تحت عنوان الخاصة والبطانة التي تحاول الاستئثار لنفسها بالمغانم ويقل إنصافها للناس بسوء المعاملة كذلك فإن الإمام عليه السلام يوصف عهده بأن لا يطول احتجاب الحاكم عن شعبه لأن احتجاب الولاة عن الرعية مثل ما قال شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم صغير ويقبح الحسم ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل لهذا كانت توجيهاتنا منذ اليوم الأول لتشرفنا برئاسة الحكومة في أن يفتح المسؤولون أبوابهم للناس وأن يغادروا مكاتبهم ويتجولوا بين غرف موظفيهم ليراقبوا ويطلعوا على سير العمال فيها من أجل عدم تأخير أو تعطيل مصالح الناس وكانت توجيهاتنا الأخيرة باستمرار عمل الوزراء والوكلاء والمديرين العامين لما بعد الدوام الرسمي تصب في هذا الاتجاه فنحن لسنا سوى مكلفين بخدمة أبناء شعبنا الذين يستحقون منا أن نستثمر كل وقتنا وجهدنا في سبيل خدمتهم كثيرة هي المآثر في سيرة إمام المتقين عليه السلام ولا يمكن لكلمة تلقى في محفل ولا حتى مجلدات من الكتب أن تحيط بمعناه أبارك لكم ولشعبنا العراقي الكريم وأمتنا الإسلامية عيد الغدير المبارك عسى أن نكون من المقتدين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة أمير المؤمنين عليه السلام وأن نكون من واليه في الدنيا والآخرة ومن الذين يصدق قوله فيهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا